التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عددا من شيوخ ووجه عشيرة الكرابلة في مضيف الشيخة رباح ابداوي عاصي السند جاء ذلك على هامشي زيارته لقضاء القائمة وحضوره مؤتمرا جماهيريا لحزب تقدم وأكد شيوخ ووجه عشيرة الكرابلة دمهم لمشروع حزب تقدم في الأنبار بعد النجاحات التي حققها في المحافظة خاصة عقب سنوات النزوح والتهجير والمعاناة التي عاشها الأنباريون بسبب مشاريع خبيثة لم تجلب للمحافظة وأهلها سوى الدمر والخراب والمآسي وتشير جميع المعطيات إلى تفوق حزب تقدم على جميع منافسه في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات في مجالس المحافظات